موسيقى صبحكم بالخير اليوم الأحد 25 حزيران يونيو بعدنا تحت تأثيرات الأمر الجديد الموجود ببرش السرطان وبالتالي الأبراج المائية فينا نقول أن هي الأكثر حظا عم نحكي عن موليد برش السرطان موليد برش العقرب وأيضا موليد برش الحود خلونا نبلش الأبراج البداية مع برش الحمل بالنسبة لك اليوم مولود برش الحمل الأجواء لا بأس بها ما رح أرجع أحكي عن مبارح تأثيرات نفسها بتقدروا ترجعوا تحضروا اليوتيوب لمبارح المهم اليوم الأجواء معقولة تحمل بعض القلق لمسائل عائلية أو نفسية أو أنت فقط يمكن ما كتير أراضي عن نفسك بجميع الأحوال أنهار تقدر تسيطر عليه الأكثر حظا 14-15 نيسان أبريل بنتقل لبرش الثور بالنسبة لك اليوم مولود برش الثور أنهار بعتبره سريع الإقاع سريع الإقاع هناك حركة كتير هناك نشاط مطلوب منك وأنت حتى ما بتهدى من الأيام اللي فعلا أنت ما بتهدى فيها ومش بس هيك عندك سرعة خاطر كتير كتير قوي بتساعدك بكل هيدا النهار 4-5 أيار مايو هي الأكثر حظا تكمل مع برش الجوزاء انتبه اليوم مولود برش الجوزاء على بعض المصاريف مولود برش الجوزاء احتمال أنه حدا يطلب منك دعم مساعدي ويمكن حدا يطلب منك تأييد فقط معنوي لا أكثر ولا أقل هذا نهار بعتبره نهار حلو بتقدر تنبصت فيه بتفرح فيه فقط حاول أنه تاخد وطعته أكثر مع الآخرين 4-5-6-7 حزيران يونيو ألا أكثر حظا كمل مع برش السرطان صفحة جديدة ناطرتك مولود برش السرطان ما في شيء صعب عليك هناك تحولت أنت قادر تمشي فيها يمكن تسمع خبر لمسألة صارت تسوت وانتهت وخلصت الطبخة وبالتالي حضر حالك لانتقال إلى مرحلة وخطة جديدة وظلك حذر جدا 5-6-7 تموز يوليو تكمل مع برش الأسد مولود برش الأسد هيدا نهار بتحس حالك ذهقان بتحس حالك أنه ما إليك جالت تعمل شيء هيدا نهار ممل ويمكن يكون تفتقد خلاله للحظوظ وتفتقد خلاله للحيوية والنشاط فما تحط حالك أنت رأس حربي يعني ما تكون أنت اللي قاين بالمشروع أنت مشي مع الناس كون اي فالوور توداي اليوم أنك قادر تكون اي ليدر بالنسبة للطاقة وإذا أنت ليدر لأي مشروع اليوم أنت بحاجة لحدا يساعدك أسستنس بدك أسستنس معك اليوم تبقى الموليد الأكثر حظة نسبيا 21-22 أب أغسطس كمل مع برش العذراء بالنسبة لبرش العذراء نهار كتير حلو بتنبصت فيه بتفرح فيه ويبدو كأنك أنت محط الأنظار وأنت يمكن تكون محور الاهتمام من الأيام الحلوة النشيطة الإيجابية اللي بتفرح فيها ويالي بتبين فيها بأحلى حلي الأكثر حظة 12-13-14 أيلول سبتمبر كمل مع برش الميزان مولود برش الميزان ما كتير تشوف حالك على من ناس أنت صحيح أقوى منهم أكثر حظة منهم ويمكن أنت واصل أكتر منهم الحظوظ معك ودعمتك لكن احتمالي اليوم أنه حدا يواجهك حدا يقلك وقف مطرحك انتبه خذ الناس بحلمك الأجواء شوي متقلبة لكن بالوقت نفسه للأشخاص اللي عم بيشتغلوا نهار إيجابي جدا خاصة عن 6-7 أكتوبر 2021 كمل مع برش العقرب بالنسبة لك اليوم مولو برش العقرب نهار فرح نهار انفراجات تطمينات مينات بيلك بيتطمن ومش بس هيك قادر اليوم أنك تحقق الإنجازات الكتيري إذا اشتغلت على شغلتين 3-4 شو ما عملت اليوم بينجح الأجواء ممتازة من أكثر الأيام حظا خاصة عند موليد 12-14-14 نوفمبر بنتقل لبرش القوس بالنسبة لبرش القوس انهار لا بأسة به لكن بهذا انهار ضروري أنه يكون فيه تسويات ضروري يكون فيه أخذ وعطى مع الآخرين ضروري يكون فيه منائشات مباحثات ومحاولة لحل الخلافات اليوم ما لازم تتأزم الأمور بالعكس تماما نوعية الوقت بتسمح لبعض التنازلات ولا حتى تقرب المسافة بينك وبين الآخرين انتبه فقط ما تطلع من بيتك من دون كل وراءك كن حذر 15-16 ديسمبر بنتقل لبرش القوس بالنسبة لبرش القوس اليوم النهار متقلب اليوم النهار مزعج اليوم النهار بتعصب فيه بسهولة إذا ما كانت منضبط وبالتالي من أول النهار بدأت تكون رايق وهيدي يمكن أصلا مش نايمة منيح وبالتالي بتقوم قايمة منرفز ومعصب فبدأك تنضبط شوي لك تطول بيلك لأنه اليوم وتحت أثيرات النيومون برش السرطان معقولة تعمل مشكل أو حدا يستفزك ويجرك إلى مشكل فكبر عقلك كتير اليوم بشكل خاص 4-5-6 كانون التاني يناير بنت إلا برش الدلو مولود برش الدلو هيدا نهار بدأك تاخد بعين الاعتبار فيه أنه بدأك تخلي مساحة صغيرة خلال هيدا نهار لحتى ترتاح أنت بحاجة لتستجمع قوتك خلال ساعات هيدا نهار يمكن أكتر من بريك بتاخدها بخلال هيدا نهار ليه؟ لأنه هيدا نهار في 100 شغلة ببالك وفي 100 ورقة وشغلة قدامك على الطاولة شغل الثاني ثلاثة بدأك تعمله بنفس الوقت فضروري تكون رايق وهيدي لحتى حدا يساعدك لحتى تقوم بعملك على أكمل وجه وانتبه من التعب الصحي الأنشط 16-17 شباط فبراير برش الحوت مولود برش الحوت هيدا نهار جميل جدا هيدا نهار حافل بالحظوص بالأخبار الحلوة بالاحتفالات بالميداليات بالتكريم هيدا نهار إنجاز هيدا نهار حلو كتير يبشر بالخير بالتقدم وبكل الأمور الحلوة فما تنسعوا مش إنه تكشر وتزعل ويخدوا على خاطرك هيدا نهار حلو مشرق جدا انبسط فيه وحاول إنه أنت تحب الناس من حولك لأنه الحظ اليوم معك 200% أخبار حلوة بترافقك كل الموليد بشكل خاص موليد أدار مارس بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم سنة كتير مهمة سنة مشرقة سنة إيجابية سنة فيها تحولة تطورات منعطفات أنت بتقررها هالمنعطفات على الأرجح معقولة تكون عاطفية وشخصية لكن كلها مفروض تكون حلوة تموز يوليو أكتوبر نوفمبر أدار مارس سنة أفضل أشهر إلى اللقاء بكرة أبرشي تيدي باي باي